أكثر من واحد وسبعين قتلوا اليوم في بلدة زملكة في الغوطة الشرقية معظمهم أطفال ونساء بينما تجاوز عدد الذين هجروا من الغوطة الشرقية اليوم أكثر من سبعة وعشرين ألفا ليصل العدد الإجمالي للمهجرين من الغوطة خلال أيام القليلة الماضية إلى أربعين ألفا رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية نصر الحريري حمل الأمم المتحدة بشكل مباشر مسؤولية السكوت عما وصفه بالجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفائه وعدم اتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوثها على صعيد آخر حذرت رئاسة الأركان الروسية من احتمال شن القوات الأمريكية ضربات بصواريخ مجنحة ضد أهداف للنظام السوري بذريعة استخدام محتمل للأسلحة الكيموية بينما استولت قوات النظام على بلدتي سقبة وكفر بطنة اليوم حسب المرصد السوري نزوح جماعي منذ ثلاثة أيام لمن استطاع إليه سبيل من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ خمس سنوات نزوح تلى سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على هذه المناطق المنكوبة آلاف غادروا منازلهم نحو المجهول الناس هائمة على وجوهها تسيطر عليها مشاعر الخوف والذهول بعد أن استهدفت الطائرات الفارين أثناء خروجهم من معبر حمورية المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن عشرات القتلى من الفارين جراء قصف وصف بالأعنف خلال سنوات الحرب في سوريا شهر كامل وهؤلاء الفارين من جحيم الحرب يتوارون في الطوابق السفرية والخنادق البدائية أو في الأزقة مع أطفالهم بلا طعام ولا شراب فقد منعت الميليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام قوافل الإغاثة الدولية من دخول المناطق المحاصرة وتوفي كثيرون بينهم المسنون والمرضى والأطفال ميدانيا تمكن النظام وميليشياته بالفعل من السيطرة على 70% من الغوطة الشرقية وقسم ما تبقى إلى ثلاثة أقسام الحرب المستمرة تدور رحاها وسط المناطق المحاصرة والمنكوبة التي تجمعت فيها غالبية السكان هربا من القصف والقتال فالهروب من الغوطة صار مغامرة محفوفة بالمخاطر بعد استهداف الفارين على معبر قالت روسيا بأنه آمن فيما قوة النظام على الأرض كان لها قول آخر ورغم هذه المشاهد المأسوية فقد ظل العالم يتفرج بالمشاهد الحية المباشرة على حرب وقودها الناس والحجارة وصراخ أهلها وأنين أطفالها للمزيد حول هذا الموضوع معنا من بيروت الكاتب الصحفي طوني أبي نجم أستاذ طوني أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية نحن نتابع تطورات التي تحصل في الغوطة النظام السوري يتقدم اليوم في بلدتين ويسيطر عليهم سقبة وكفر بطنة برأيك هل نحن أمام بداية النهاية لفصائل المعارضة خصوصا في جنوب الغوطة أم ثمت جوالات أخرى من المعارك فلنكن واضحين التقدم الذي يحصل الآن على الأرض يأتي بعد أشهر طويلة من الحصار ومن القصف العنيف والقصف بعيدا عن كل القوانين والأعراف الدولية وبالتالي سمت انتهاكات حرب لا تعد ولا تحصل تكبت في الغوطة والصمود الذي قام به فصائل المعارضة في الغوطة حتى اليوم هو يمكن القول عنه صمود أسطوري ما يحصل في الغوطة هو تخلي دولي وأعتقد أنه سمت صفقة دولية حتى هذه اللحظة أتاحت تقدم النظام وأتاحت صمتا دوليا مريبا عن كل ما حصل في الأشهر الماضية في موضوع الغوطة ولكن لن تكون هنا النهاية حتما أعتقد أنه سمت تطورات دولية كبرى قادمة الروس قليكون من ضربات أمريكية وأعتقد أنه سمت معادلات أو سمت غيوم تتلبت في الأفق توحي بأن المستقبل القريب قد لا يكون زهريا بالنسبة للنظام وحلفائي وأعتقد أن صمود الغوطة وأعتقد أن شهداء الغوطة وكل الذين سقطوا والضحايا والذين تهجروا لن تذهب دماؤهم هدرا لأن كل ما حصل والصور التي انتقلت إلى كل العالم هزت في مكان ما وجدانا في العالم كله وأعتقد أن الأمور لن تقوى كما كانت عليه سمت إدارة أمريكية جديدة مع وزير الخارجية الجديد وسمت توجها جديدا في المنطقة على ما أعتقد علينا أن نتأمل لأن ما حصل مع فصائل المعارضة هو التخليب الكامل كانوا يأخذون حربا بإمكانات لا مجال المقارنة فيها في مواجهة الروس والنظام والإيرانيين وحزب الله وكل من لف لفهم وبالتالي ما قاموا به كان سمودا أسطوريا بكل معنى الكلمة كما تعلم سيد توني بأن فيلق الرحمن وهيئة تحيير الشام جبهة النصرة يعني يرفضان التفاوض مع موسكو بينما جيش الإسلام يتفاوض مع الروس واستطاع الأقل تحييد دومة من القصف المستمر للنظام السوري لماذا تبدو مواقف المعارضة متبائنة هنا لماذا لا ينظم فيلق الرحمن لهذه المفاوضات برأيك لا ننسى أن مشكلة المعارضة في سوريا والفصائل المعارضة منذ زمن وليس منذ اليوم هي تعدد مرجعياتها الخارجية ونعرف أن البعض مرجعيته تكمن في قطر لسوء الحظ في حين أن آخرين يرفضون أن تكون قطر مرجعيتهم وبالتالي تشتت فصائل المعارضة السورية كانت ولا تزال تشكل إحدى عوامل الضعف الأساسية التي تعاني منها فصائل المعارضة ويجب أعتقد أن على الجميع أن يعرفوا أن مبدأ أكلت يوم أكل السور الأسود يتطبق أيضا على الأرض فلن ينجو أحد بنفسه في حال دخل النظام إلى الغوطة لن تبقى مناطق محيبة وسيعملون على قدم المناطق منطقتل وأخرى ما لم يخضع ويستسلمون للنظام وبالتالي سمت خطأ كبير يحصل بالتشتت وبضياع الجهود عود أن تكون موحدة ولكن المشكلة كما قلت في المرجعيات وفي الأموال التي تغضق من أجل تفريق صفوف المعارضة السورية البعض أستاذ توني يقول بأن فصائل المعارضة تكرر نفس الأخطاء التي حصلت معها في شرقي حلب حينما استخدم النظام سياسة الأرض المحروقة لاستعادة المدينة وبالفعل استعادها هنا ألم يكن من الأجدر أن تتفاوض هذه الفصائل المجتمعة مع النظام السوري طالما أنه يتقدم طالما أنه سيستعيد الغوطاء آجلا أم عاجلا بفضل سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها برأيك سيد الكريم لا يمكننا أن نظلم فصائل المعارضة بالمطلق من يريد أن يقاوم ومن يستشهد من أجل أرضه لا يمكننا أن ننظر عليه من بعيد أعتقد أن في الوحدة قوة في المطلق ولكن سمت تجارب في الداخل لا تشجع البعض كما أن سمت بين هلالين خيانات تعرضت لها بعض فصائل المعارضة من الداخل ومن حلفائها في الخارج وبالتالي تركوا لوحدهم وفي هذه الحال لا يمكنني أن أعطي نصائح إلى من يقاتل ويسقط على الأرض كل ما نقوله أن عملية الوحدة بين فصائل المعارضة والاتفاق يعني أن يكونوا موحدين ويتفقوا سواء على المقاومة وسواء على المفاوضة يعطي نتيجة أفضل بكثير ولكن كما قلت أن النظام وحلفائه وبعض المرجعيات الإقليمية التي تساعد النظام في الخفاء وتحاول أن تضرب فصائل المعارضة إنما تعمل على سياسة فرق تسود وهذه السياسة تؤدي إلى مزيد من الهزائم في صفوف المعارضة السورية اليوم كان موقف لافت لرئاسة هيئة الأركان الروسي حينما حذرت من احتمال شن القوات الأمريكية ضربات بصواريخ مجنحة ضد أهداف النظام السوري بذريعة استخدام الكيماوي ما أبعاد هذه التصريحات برأيك أستاذ طوني وهل تمت عمل عسكري بالفعل يحضر ضد النظام السوري كل المؤشرات التي تتجمع في الأفق سياسيا وميدانيا تشير إلى أن الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة قد تأخذنا في هذا الاتجاه لا يمكن لأحد أن يجزم ولكن ما حصل على صعيد الإدارة الأمريكية وما حصل من تنصيك أمريكي إسرائيلي على صعيد القيادة السياسية وعلى صعيد القيادة العسكرية من تدريبات مشتركة أمريكية إسرائيلية حصلت في الأسبوع الماضي كل هذه المؤشرات وتغيير وزير الخارجية الأمريكي إضافة إلى محاولة الأمريكيين حشد الدول الأوروبية ضد إيران وضد النظام والتشجيع على اتخاذ إجراءات حاسمة نتيجة استعمال النظام للأسلحة الكيموية كل هذه المؤشرات تشي بأن الأسابيع والأشهر المقبلة قد تكون على موعد عمل ما يتحضر شو طبيعة هذا العمل أين يكون مداه ماذا تكون نتائجه لا أحد يمكن أن يجزم لا ننسى أن روسيا ليست اليوم في أفضل حالتها بفعل عاملين أولا سمت انتخابات روسية وأيضا بعدما حصل بين روسيا وبريطانيا على خلفية اغتيال العميل الروسي السابق داخل الأراضي البريطانية وبالتالي سمت معطيات معقدة وأعتقد بحسب كل المؤشرات والقراءات والتقارير أن سمت شيئا يتحضر ولا يمكننا الجزم ولكن كل المؤشرات تذهب في هذا الاتجاه وأعتقد أن الصيف سيكون صيفا ساخنا في المنطقة وقد يكون في سوريا تحديدا شكرا جزيلا لك سيد طوني أبي نجم الكاتب صحفي حدثتنا من بيروت شكرا جزيلا لك